أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع إجمال الصادرات المصرية لتبلغ 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أشار مدبولي إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البترولية مشددا على دعم الدولة الكامل لتشجيع توطين تصنيع المحلية تنفيذا لتوجيهة رئيس السيسي الحقيقة يمكن أن نهارده استعرضنا إجمالي الصادرات المصرية اللي حصلت في عام 2021 والحقيقة ده أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحقيقة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن يعني كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصرية هو 36.7 من 10 وده كان في العام المالي 2010-2011 ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم 45.2 من 10 اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لازم الصادرات المصرية تتجاوز المئة مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإن إحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر أنه لما بنستعرض هيكل الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم أن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصادرات غير بترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيس الحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية